نصلى عنا ببقى ونبدأ بسم الله في المنا بيبدأ بيدان وده يا عزيزي راجل غلبان ومعروف عنه انه مالوش في المشاكل وشاطر جدا في شغله وبيقدر يكنق أدخل زبون بأي عربية وده لانه شغال في معرض عربيات مستعملة وكمان كل جرانه عارفين وبيحبوه وعارفين عنه انه محترم جدا وفي حاله وبرضه كان الزوج المثال لمراته ودي بنته نينا وبتحب واحد في بلد بيد عنها وأهلها مش موافقين بعلاقتهم القذرة دي أما ده كايل وده يا عزيزي عيل اللي ألوف في ألعاب الفيديو بس ده كان منعه ان يلعب الألعاب دي وده عشان كان خايف عليه وعايز يبعده عن أي عنف حتى لو كان العنف ده مزيف في الألعاب وأخيرا أخر العنقود ماكس لكن كايل كان بيدحك على ابوه وبياخده على قد عهله وكمان مفاهمه انه بيذكر عند صاحبه سمير بس هو كان بيدفع لي سمير فلوس عشان يدخله قطه وبيلعب لعبته المفضلة والواد كان لعيب جدا في اللعبة وكل الشباب اللي قدوا كانوا بيتكلموا عن برعته في اللعبة في الوقت ده كان دان وجس مراته في الملاهي وكانوا بيحتفلوا بعيد جوازهم الـ 18 وكل سنة كان بيجيبها الملاهي دي وده لانها المكان اللي تولد في حبهم وجسي بتقول لدان انها بتحب فينه شخص روتيني بس هي برضو عايزة تغير شوية من حياتهم ونفسها انهم يسافروا لأي مكان مع عيالهم لكن كان دايما دان رفض الفكرة وما كانش بيحب يطلع من بيته كتير وبعد ما خلصوا لعبه ومرمطة وفرهاته كانت دايخة حبتين فبيديها دان بوسة كده عشان تفوق والحد كده والدنيا كانت تمام واشتة صباح الفل بس بيلقوا مجموعة شباب بيتحكوا بصوت عالي وده لانهم تلعوا معهم في الصورة وهو بيبوسة فبيديق دان وبيروح بكل قدى بيطلب منه ان يمساحها لكن الواد كان ريخم قوي وقال له بكل برود اجبرني عشان امساحها وبيطلع يا عزيزي ان الواد دا كان بيحب جس زمان بس هي ثابته اختار الدان والواد دا كان عارف ان دان ضعيف وملوش في المشاكل فبيستفزوا اكتر وبيحرقوا قدام راطب وبيضلوا عليه العصير فبيتدايق دان بس بياخد بعضه وبيمشي وطول الطريق كان الجس بتحاول تخفف عنه بالكلام لكن ما كانش بيتكلم خالص ولما بيرجع بيدخل يستحمى وهو متدايق بس مجرد ما شاف ماكس ابنه نسي اللي مدايقه على طول وكمان غيرله تاني يوم جسي كانت في تمرين البوكس بتاعها وهناك بتتعرف على واحدة اسمها جوين وبتعرف انها منش من البلد بس هي جاية عشان تقابل حبيبها اللي خزوقها وبتحكي لها عن حياتها وبتقول لها ان دان جزها بيخاف عليهم جدا لدرجة انه ما بيحبش يسافر او يروح في اي مكان عشان بيهلق من المشاكل وبتقول لها على قد ما هي بتحب في خوفه عليهم بس هي تعبت ونفسها انهم يسافروا بقى ويغيروا لتين حياتهم فبتي اديها الكارت بتاعها وقالت لها لو قدرت تكنية جوزك بالسفر كلميني وانا هزبط لكم الدانية وبتقول لها انها لازم تمشي عشان تلحق طيارتها في الوقت دا كان دان بيتسوق مع ماكس وبيشوف راجل متابعه بس ما بيحطش في دماغه وبعد شوية بيشوفه في ازاز التلاجة وهب بيهجم عليه ودان كان شايل ماكس وكان خايف عليه بس الراجل ما كانش هامو ان ابنه معاه وكان عمال يضرب فيه ودان كان كل اللي بيقدر يعمل انه بيصد الهجمات وما كانش حتى ميدي له فرصة ان ينزل ابنه لكن الغريبة بقى الندان بيقدر يتغلب عليه وكمان بياخد البامبرز وبيمشي وبيوصل على بيته وهو متوتر جدا وبيدخل عند السلم وبيفتح زرار مغبأ سري وبياخد شنطة فيها اسلحة وفلوس لكن البسبورات بتاعت عياله كانت قديمة فبيتصل على صديق قديم ليه وبيطلب منه يزور له بسبورات ليه ولعياله في الاول صديقه ده رافض لكن لما دان عرض عليه نصف مليون وكمان شقه لامه وافق ودان بيلم حاجات عياله ومراته وبيمشي من البيت وبيروح لنينة بنته في شغلها وبتكون يا عزيز صحفية بس بيعرف انها استقلت بالها 3 شهور وعارف مكانها من زملتها وده طبعا بعد مدها الميت دولار ولما رح لها اتفاجت وبتقول له عارفت مكان ازاي فبيقول لها ان ما فيش وقت للموضوع ده لازم اروح اخد اخوك وامك ونمشي بسرعة وبيفهمها انه عامل مفاجأة للعيلة ولما بيوصل لبيت سامير صاحب ابنه سامير بيفتن عليه على طول وبيعرف انه طول الوقت كان بيكذب عليه وبيلعب اللعبة بس هو ما كانش شغله اي حاجة في الدنيا غير انه يمشي دلوقتي وبيروح لجيس في مكان شغلها وبيقول لها انه عامل لها مفاجأة وانه هيصفرها زي ما هي عايزة لكن بيتفاجئ بعربية السودة وقفة مستنيها واول ملوته بيسعدها من قدامه رجع واستخب على طول وبيقول لهم انه ده اختصال للطريق وقدر انه يهرب منهم فعلا وما حدش كان وقف باله من اللي بيحصل الا ماكس الصغير ده كان فضيحة بس برضو بيتفاجئ انهم عارفوا مكانه فبيهرب منهم وكان بيسوق بسرعة جدا وبيقول لعيلته انه مستعجل على السفر بس لما لقاهم برضو متابعينه عرف انهم حاطين في العربية جهاز تعقب فعرف عيلته انه نسي حدا في الشغل وبيدخل لمكان شغله وبيرفع العربية مراته بتقوله يا عم الحاج بترفع العربية ليه قال لها انهم بسافرين ولازم يغيروا زيت العربية وفعلا بيلاقي الجهاز فبيشيله وبيروح يحطه في عربية صاحبه وبعدها بياخد عربيته وبيطلع على الطريق بس بيخاف انهم يعرفوا مكانه عن طريق تلفونات عياله وخصوصا انهم بيرفعوا صورهم وبيعرفوا الناس بمكانهم فبياخدوا التلفونات منهم ومن مراته وبيرميهم من فوق الكوبري وبيقولهم ان الرحلة دي عائلية وعايزهم يقربوا من بعضهم وما يتشغلوش بحاجة تاني والعيال ما كانوش طيقين ابوهم بس فعلا يا عزيزي من غير التلفونات كانوا مبسوطين وبيغنوا وبيرقصوا والدنيا كانت جميلة في الوقت ده كان مكافري وافي بالدان وكان متعصب جدا وده يا عزيزي كان دان شغل صلحه زمان وبيطلع ان دان كان قاتل مأجور بس من ساعة محب جيس واتجوزها وهو اعتزل الشغلانة وبعد عن المشاكل والحوارات لكن مكافري كان عايز ينتقم منه واول ما عارف مكانه بيبعت له رجال عشان يموتوه بس دان كان زكي جدا وما كانش بيستخدم اي بطاقة اقتمال ليهم وده طبعا عشان ما يتقفش تاني وكانوا عارفين عنه وعن عيلته كل حاجة بس دان تخلص من كل حاجة ممكن توصلهم بيه وبيؤمر كل رجالته انهم يرقبوا الطريق عشان يدر يوصلوله وفعلا ده بيحصل وبيشوف العربية بتاعتهم ولما شافهم دان شغل الموسيقى ووصلها بسماعات مراته وعياله وهم نايمين وبدأ اتباعي عزيز المطاردة وقدر يتقلص من الموتسيكلات اللي كانت وراها وماكسي عزيز كان مبسوط بابوه وبيشجعه تاني يوم بيصحوا وبيتفاجئوا الندان ساقته للليل ونينة بتعرف انها جنب الجامعة اللي حبيبها فيها وبتطلب منهم انها تدخل تسلم عليه لكن جيس بترفض ونينة بتتقني معاهم وبتقول لها انها نفسها تشوف اجواي الجامعة وفعلا بياخدها دان وبينزله وده طبعا بالنسبة له مصلحة عشان يبعدوا اكتر عن اللي بيجروا روه وكانوا يا عزيزي مبسوطين جدا وكمان جيس بتدخل في تحدي وبتكسب فيه ونينة كانت بتصور كل اللحظات الحلوة اللي بتحصل وبنعرف يا عزيزي ان جيسي كانت بتلعب العاب رياضية كتير بس من ساعة ما حصلها تمزق في الرباط الصليبي وهي بقت معالجة طبيعية المهم وهم في الجامعة بيشوف واحد من رجالة مكافري وبيبعد عن عيلته بالطريقة وبيفضل يتخاني معاه لحد ما بيقدر يخلص عليه هو كمان وبينزل بسرعة عشان ياخد عيلته ويمشي بس بيعرف ان نينة راحت تسلم على حبيبها في الوقت ده نينة بتاخد صدمة عمرها في حبيب قلبها وبتعرف انه بيخونها وان كلام عيلتها عليه كان صح وبتنزل لابوها وامها وهي معياتها فبيروح لها دانو بيقولها ترجع وتفشغلها فيه وبيعرفها بحركة تعملها فيه والحركة دي هتتعبه جدا من غير ما تقزيه وفعلا بتاخد حقها منه وكمان بتاخد له صورة للذكرى وبترجع وهي مبسوطة وفرحانة وبتشكر ابوها على مساعدته ليها وبعدها بيكملوا طريقهم وجلس بتاخد بالها من المراية وبتسأله ايه اللي حصل لها قال لها ان عربية نقل كبيرة من نهل الله وقعت زلط على المراية وقصرتها حتى اسألي ماكس كان شايف كل حاجة وبعد شوية نينا بتسوم مكان دان والجس وقيل كانوا نايمين فبتسأله نينا انت عرفت ماما اني استقلت قال لها لا قالت له انها بتفكر ترجع تاني وده طبعا بما انها بعدت عن حبيبها المؤذي وبيفضل داني شجحها بالكلام وبيعرفها انه بيارى كل المقالات اللي كانت بتكتبها وكمان بتعرف انه من اكبر معجبانها وانه هو وامها واخوها فخورين بها جدا ونينة يا عزيزي اخيرا بتعرف ان اهلها بيحبوها وبيخافوا عليها وبيأجروا يوم في فندق وبيناموا فيه وتاني يوم دان كان بيتضرب على الكلام عشان عايز يعترف لجس بحياته بس ما كانش قادر يقول لها ولما ابنه قيل بيروح له بيعرف منه انه مشهور باسم كيل بوي وان كل العيال اللي في سنه بيحبوه وده لانه لعب مهر جدا في ألعاب الفيديو فبيأمل معه اتفاق وهو انهم هيدخلوا يلعبوا مع بعض ولو قيل كسب دان هيسمح له ان يلعب ألعاب الفيديو عادي وفعلا بيدخل يلعب معاه وقيل كان فاكر ان ابوه وضعيفه ما عندوش فكرة عن اي حاجة لكن بيتفاجئ من مهاراته ودان بيكسب ابنه وقيل بيقول له انت بتغش وبيسأله انت ازاي كسب دان عرفه انه كان بيتضرب زمانه وهو صغير وبيقول له انه بيلعب حلو جدا وانه كان هيكسبه وكمان بيعرفه انه استمتع وهو بيلعب معاه وبعدها بياخد عيلته وبيكمل طريقه واخيرا بيوصله وبيدخله مكان مشهور جدا واسمه ايريا وكان حاجز لهم جناح كبير جدا وهم كانوا فرحانين بيه جدا جدا ودان بيسيبهم فوق وبينزل يقابل صاحبه وبياخد منه البسبورات الجديدة بتاعتهم فبيسأله عيلتك اتقبلت الحقيقة ازاي قاله لسه معرفتهمش بالليل هعرف جسة على عاشة فبيقوله انا باقترح لك مطعم يبانع سلت ده ناله شمعنا قاله عشان مش بيبقى فيه سكاكين كتير لمرتك تضربك بواحدة فيهم وبيرجع يزبط نفسه هو وجس وكان مأمن نفسه واخد اسلحته معاه وبيقول لعياله ما يطلعوش من الجناح لحد ما يرجعو لكن طبعا عيال مين اللي تسمع الكلام وبينزلوا وبيروحوا مكان للألعاب الفيديو والمكان ده يا عزيزي في كل اللعيبة اللي كايل بيلعبهم واول ما شافوا كايل اتبسطوا جدا وكمان خلوا يشارك معاهم في التحدي اللي هيدخلوه اما دان كلما يكون خلاص هيحكي الجس تحصل حالة تمنعو من الكلام ولما راح اتصل بعياله عشان يطمن عليهم مردوش وطبعا بيقلق فبياخد جسي وبيرجعوا الجناح تاني في الوقت ده كان كايل قدر يكسب الفريق اللي كان بيلعب معاه وجسي بتلاقي ان عيالها نايمين وبتطمن انهم كويسين لكن بعد شوية بيتفاجئ دان انه تقافش بس بيقدر يخلص عليهم في ثانية لا ثانية وكمان جسي بيقودها واحد وبيهد الدم بيها فبيقوله انها ما تعرفش اي حاجة وبيترقى يسيبها وياخده هو وجسي كانت مصدومة والراجل بيقوله انه هيقتله هو الاول وبعدين يقتل مرات وكمان هيكلم رجالته اللي في هايبر اكسي يقتله عياله فبيتفاجئ دان ان عياله مش موجودين وهبه في ثانية كان ظرفه واحدة مصقاته على الارض وبيقول لي جس انه عيفهمها كل حاجة بس لازم يلاقوا العيال الاول وهي يا عزيزي ما كانتش عايزة تسمعه ولا تتكلم معاه ولما وصلوا لعيالهم قالهم انه قبل ما يعرفوا امهم كان قتل مأجور ولما تجاوزها بعد عنهم بس هم دلوقت يعرفوا مكانه وعايزين يقتلوه العيال ما كانوش مسدقين وكايل بيقوله لما واخذ يعني في الكلمة انت اجبا بني ادم على واجه الارض قتل مأجور ايه وبتنجان ايه لكن بيلاقوا واحد بيدرب عليهم نار فبياخدهم بسرعة وبيجري وبيخبيهم في مكان لحد ما اخلص من اللي عايزة تقتله وبيدفجوا بابوهم وبشاءوته ومهارته وبعدها بيبعد عن المكان بسرعة وبيحكي لهم ان اسمه الحييشون وان امه ماتت لما كان عند 4 سنين وابو كان عنيف جدا معاه واول ما تم من 18 سنة دخلوا الجيش وهناك اتدربوا بقى عنيفه وكمان وبعدها قابل واحد اسمه مكافري وده يبقى عميل سابق في القوات الجوية ودربوا اكتر واكتر وضموا للفريق بتاعه وكانوا بيحاربوا الاشرار والناس اللي الحكومة ما بتقدرش تمسكهم ولا تلمسهم فبيدخانق معاه قيل وبيقولوا انت اهناني حرمتني من اكتر حاجة بحب اعملها عشان فيها عنف والعنف ده كان مزيف وانت طلعت مخادع وسفاح واحنا مش عارفين قالوا انه كان خايف عليه وبيقولهم ان ما كافري ده كان بمقام ابوه وكان فاكر انه بيعمل الصح بس طلع متغفل وعشان كده قرر يبعد عنهم جيس سألت له دانا اللي اطلعت اكبر مغفلة في الدنيا 18 سنة عايشة معاكم اعرفش عنك حاجة عشان كده ما كنتش بتحب تخرج وكنت منع العيال من اي وسائل لتواصل الاجتماعي فبتسأله نينا وبتقوله ايه عمل دلوقتي بعد ما اعرفوا مكاننا قال لها انه هو عيتصرف وبيديهم البسبورات الجديدة وبيعرفوا منهم مش هرجعوا بلادهم تاني فبيديق كايل وبيقوله انا ما صدعت ان بقى لي حياة وانت دلوقتي دمرتها وبيرمي البسبور وبيمشي وانينا قالتوا انت مش من حقك تعمل فينا كده وبترمي هي كمان البسبور وبتمشي وجيس بتتخاني معاه وبتقوله عاجبك كده شفت اخر تلكد يعني انت ما كنتش بتحبنا وبتقاف علينا انت كنت بتدارى فينا في الاخر تلعت متجوزة جيمس بونت وانا معرفش قال لها لا يا ستي انا بحبوكم وبحب حياتي معاكم قالت له كان نفسة سادة انا استحالة ايامن على عيالي معاك تاني الصبح هاخدهم واتكل على الله وبتطلع تكلم جوين وبتقول لها تساعدها وتاني يوم الصبح بتاخد عيالها وبتمشي حاول ان يمنحها وقال لها ان ده خطر عليكم لكن مفيش منه الستات لما بتافش خلاص وفعلا بتروح لجوين وبتلاقيها مجايزة لها طيارة مخصوص لها هي وعيالها وفي الطيارة بتشكرها جيز وبتقول لها انها اتخنيت مع جوزة وجوين بتقول لها انا كمان اتخنيت مع حبيبي انا كنت بحبه ومبسوطة معاه بس هو قرر يبعد عني فجأة وراح اتجوز واحدة وخلف منها وانا قدرت وصلها وقرب منها وكمان قدرت اضحك عليها ووقعها فاخي فبتتوتر جيز وحست ان الكلام عليها فبتقول لها انها نسيت حاجة وعايزة تمشي لكن بتتفاجئ بمكافري وجوين بتقول له ياخد العيلة ويسلمها شون ومكافري بيكلم شون وبيقول له ان عيلته معاه وبيعرفه يروح له على مكان معين وفعلا بيروح لهم وبيتفاجئوا ان مكافري ده يبقى ابو شون الحقيقي وبيقول له ان من ساعة ما سابه وهو كان عايز يقتله بس لما لقى قتل كل رجالته اللي بعته مراء حس انه فخور بيه وقرر انه رجعه يشتغل معاه من تاني لكن شون بيرفط وبيقول له انه بطل الشغلانة ده عشان عيلته ما كافري قال له ابقى انت اللي اختارت وبيقمر جوين تقتل جيس لكن شون بيرجع في كلامه عشان خاطر عيلته وبيقول له انه هيعمل اللي هو عايزه وفعلا بيقمر رجالته انهم يرجعون بلاده وهم ماشين شون قالهم انه بيحبهم وهيفضل يحبوهم نينا كانت متضايقة انهم هيسيب ابوهم وبتقول له امها انهم بيعمل كده عشان خاطرنا مش معقول هنسيبه ونمشي بعد كل اللي عمله معانا ولما بيركابه الأسانسير جيس بتغير البامبرز الماكس وبتلبسه في فوش الرجل اللي كان معاهم اهو كان اهواله تقتلي كان ارحم والأسانسير اتفتحه وقعته من فوق وقرروا يرجعه ويساعده شون ولما بيرجعه بيلقوا جوين مستفرة بجون وكانت عايزة يرجع لها لكن شون بحركة بسيطة بيخليها يغمى عليها وقايل بيستغل مهراته وبينزل الدرون وبيراب الدنيا لأبوه وبيحط القايل سماع عشان يساعده بالدرون وأبو بيقول لهم يطلعوا يستخبوا على السطح أما مكافري بيحس ان في حاجة غلط وبيدخل رجالته يدور عليه وقايل بيقدر يساعد أبوه وبيخلص على كل الرجالة واحد ورا واحد وجوين بيتفوه وبتطلع على السطح وبتتخانق مع جيس وطبعا كانت أقوى منها ومكافري بيعرف انهم بيرابوا بالدرون فبيدربوا طلقة بيوقعوا أما جيس كانت اتمرمطت على الآخر والبيت حرفيا دخدغيتها بس بعد معاناة كبيرة قدرت تخلص منجوين وتحت كان شون بيتخانق مع الحاج واللي اتنين كانوا فاهمين حركات بعض وكان صعب علشان ان يخلص عليه بس الحاج كان صحيته ما شاء الله يعني وكان خلاص هيموت شون لكن نينا بتنده عليه بسرعة وبتقوله يا جدي وبتفضل تكلمه عن العيلة وصلة الراحم وانها اما سدها تشوف جدها حبيبها فبيقولها انت فاكرة ان كلامك ده هيجيب سكة معايا قالت له لا انا كنت بس بدي بابا فرصة عشان يدر يخلص منك وفعلا بيدرابه شون وبيجروا عليه كلهم وبيحدنوه واخيرا الشرطة بتوصل بعد القراب كالعادة وبعد ست شهور بنعرف من الاخبار ان الشرطة قابضت على مكافري اللي كان مدوقهم واللي ساعدت الشرطة في الحوار ده الصحفية نينا وان شون فتح شركة تأمين وبقى يدرب الناس فيها وسماها مرجل للاستشارات الامنية اما جز رجعت لشغلها اللي بتحبه وكايل بقى يلعب لعبته المفضلة من غير ما يخاف من ابوه لان هو اللي جاب له الحاجة اصلا وبيعيشوا حياتهم طبيعي جدا خالص وبقوا يسافروا والدنيا بقى الجميلة واشتى صباح الفل ما ديساش بقى عزيز اللايك وتقول لنا رأي يكفوكم منه واشوفكم الفيلم الجاي اشتركوا في القناة